أنقذ خفر السواحل الإيطالي قرابة ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية عند سيقيليا وكلابريا طائرة استطلاع كانت قد رصدت زورقين يواجهان صعوبات في جنوب شرق سيقيليا فتم إرسال قوارب خاصة لإنقاذهم بحسب ما أشارت السلطة الإيطالية الأمم المتحدة أشارت إلى أن هناك حوالي 150 سوريا وأربعين عراقيا بين المهاجرين المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أشار إلا أن عدد السوريين من المهاجرين قليل حيث وصل 26 سوريا فقط بين نحو 31 ألفا من المهاجرين إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي الجدير بالذكر أنه تم إنقاذ إمرأة حامل في الشهر التاسع وتم نقلها بواسطة هولوكابتر إلى مستشفى في سيقيليا